وانطلاقاً من المقال الكريم للكاتب الكريم والسعب محسن سلامة مرضى نفسية أحسن الله إلي أهو الله أعجبني يعني مقالي والسعب محسن سلامة الكبير كبير برضو صحيح في الأهرام لو بنكلم عنه النهاردة صحيح أن الناس أهل التفاخر والتكاثر فعلاً مرضى نفسية قال لك بقى واحد قرر بقى مع بماغه قال لك وفيها إيه لما بقى مبسوط أن أنا عندي عربيات ومبسوط أن أنا عندي مجوارات ما هو ربنا ألوى أما بنعمة ربك فحدث هذا استدلال في غير موضع ولي لأعناق النصوص كديداً الإرهابيين وأهل الغلو والتنطع إلى آخره أما بنعمة ربك فحدث بإيه بشكرك لله وبإخراج حق الله عز وجل هي دي وأما بنعمة ربك فحدث لأن ربنا مقالي وفي أموالهم خلي بلك أقولها على صغطين حق معلوم لصدق المفروضة هيجي في صورة الزريات إليه وفي أموالهم حق لسائل والمحروم عشان يشمل لك التطوع فمر ذكر المعلوم اللي هو مفروض اللي هي الآية ستين صورة التوبة وإنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هو ابن السبيل تمام ده الحق المعلوم وفي الحق اللي هو غير معلوم بقى الصدقات التطوعية تمام فهنا ربنا يبرك فيك من الأشياء التي تذكر في تاريخنا الإسلامي التواطح الجم يعني شوف سيدنا الإمام علي رضي الله عنه رضي الله عنه الرسول السلام ذهب إلى بيت ابنته أو بيته يعني فقال لابنتي سيدة فاطمة الزراء رضي الله عنها أين أبا الحسن قالت نائم في المسجد فذهب فوجده نائما على التراب فنفض عنه التراب القم أبا تراب وهو يضحك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حضرتك القصة المعروفة لما مندوب كسرة ذهب إلى المدينة ليتعرف على هذا المجتمع اللي بيهدد عرش كسرة فالرجل بقى واخد على حياة القصور والأكاسرة فبيسأل أين أميركم له عمرو بن الخطاب لأنه الرجل لم يجد الأبهة أيوة ولم يجد العظمة فقال له أنت تعرف الشجرة اللي هناك دي قال نعم قال هناك رجل يتوسط حجرا هذا هو أميرنا عمر بن الخطاب يا حبيبنا يا سيدنا عمر فانت تعرف القصة فلما ذهب إليه الرجل من غير ما يلقي خطب عصمه هو قال العبارة الخالد قال له حكمت فَأَمِنْتَ 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 فَنِمْتَ يَا عُمَرَ المقولة الشهيرة إن شاء الله من الخدمة كل جوجة المنافقين سيفضلنا من حوله أدي واحدة الحاجة التانية الإنسان يذكر نعمة الله عليه ولذلك شوف ربنا بيعلم الأمة في شخص النبز و سلم فبقول للرسول إيه في صورة الضحى أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيْمًا فَأَوَى وجدك ضلا يعني مغمورا مش الضلال ضد فهدى و وجدك عائلا كنت فقيرا فأغنيناك يعني معناها الإنسان لم يجيله نعمة يذكر ماضي و يذكر إيه بقى قبل الوقت ما يدهمنا أيوة قال صلى الله عليه وسلم انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أقدر ألا تزدري نعمة الله عليك والله مولانا أنا دايما أتشرف بأنه أنا تربيت ستة عظيمة جدا اللي هي أمي فكانت تعلمنا حاجة لطيفة جدا أنا واختي تقول لنا بص وإنتوا في المدرسة وإنتوا في الشارع وإنتوا في النالي من وإحنا قد كده هو في أكيد حد أغنى منك وأكيد في حد إمكانياته المادية أقل منك أشكر ربنا على اللي أنت فيه نعم ودي أهم حاجة ولا تشغل دماغك بالأغنى ولا تنظر نظرة غير جيدة نعم للأقل ثراء صحيح تعلمنا كده وهو من ضمن في الكرور الترسي اللي تعلمنا أيضا إن الكريمة إذا وهب لا تسألن عن السبب بس هنا بقى بنقول إيه يا ناس الشيطان اللي بيتحك على البعض ويسول له إنه هو أحسن وأجمل وأكثر والتفاخر والتكاثر والفشخرة والكلام ده ينظر إلى حق الله فيما أعطاه ينظر إلى حق المجتمع عليه ينظر إلى حق الإيه المجتمع عليه الشيء الآخر هذكر المرضى النفسيين بتعبيره لسعب محسن سلامة في جارة الأهرام أيو بما بدأنا به أيو الله تعالى يعلمنا منهج الحياة الحقيقي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد حياة الدنيا بهذا مثل إيه كمثل غيس أعجب الكفار نباته يعني ربونا يضربنا المسأل مطر نزل على أرض قد باء وبعدها طلعت نبات جميل وزهرت والزراح والغرس يعني تفائلوا به ثم جاء أو جاءت العواصف أو القواصف فجعلته هباء منصورا يبقى ثم يهيجوا فتراه مصفرة ثم يكونوا إيه حطامة ألهاكم التكاثر حتى زرتهموا إيه المقارنة ربنا يهدي أنا بشكرك يا مولانا نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستمر فقه المقارن بجامعة الأزهر وأنا من حيث طبعا كمان بشكر أستاذ عبد محسن سلامة مرة واثنين ومشرة وألفة أستاذ عبد محسن والله طيب